السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الخامس أكتوبر 88 تسعمائة أو ألف كلما تحل الذكرى تعلق ذاكرة الجزائريين بأبرز منعرج سلكه البلد منذ الاستقلال تحت عنوين ومسميات كثيرة ومتعددة طارة ثورة جياع ثاروا من أجل الخبز وطارة أخرى ثائرون بحثا عن الديمقراطية تلكم هي القصة وما تحقق بداية الثمانينات تهوت أسعار النفط من 37 دولار وصولا عند 14 دولار للبرميل سنة 86 تسعمائة أو ألف سنتا بعدها كانت كافية للجزائريين ليعلنوا عدم قدرتهم الاحتمال بفعل الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي عاشوها فرموا بصرختهم للشارع بداية الخامس أكتوبر العام 88 ولم يكن يعرف حينها أحد أن برميل النفط سيخرج من قاعه الدم بدلا من البترول من الرابع إلى التاسع أكتوبر خمسة أيام فقط سقط فيها مائتي قتيل أو يزيد نتيجة المواجهات بين المحتجين والشرطة ليخرج بعدها رئيس البلاد الراحل شادلي بن جديد في خطاب للشعب في العاشر من شهر أكتوبر عام 88 وهو نفس اليوم الذي خرج فيه الإسلاميون في مسيرة حاشدة بالعاصمة سقط فيها نحو خمسين قتيلا شادلي وعد بإقرار إصلاحات سياسية واسعة ومراجعة الدستور وتحسين الحياة الاجتماعية للجزائريين وهي نفس اللغة التي يستخدمها الرؤساء لحظة اذفجار الوضع فكانت البداية بتنحية شريف مساعدية من على رأس حزب جبات التحرير الوطني وتعويضه بعد الحميد مهري وصياغ الدستور جديد للبلاد في 23 من شهر فيفري العام 89 الذي أقر التعددية الحزبية والإعلامية ما سمح بإنشاء أزيد من ستين حزبا سياسيا في مقدمتها الجبهة الإسلامية للإنقاذ الفيس أحداث 88 كسرت جدار السرية الذي كان يعيش فيه الإسلاميون وخرجوا بعدها إلى الممارسة العلنية وخرج معهم البلد من عهد الأحادية إلى عهد التعددية بعد 27 سنة من هيمنة جبهة التحرير طبعا وحكم الشرعية الثورية لعلها أبرز ما تحقق حينها الفيس فاز بأول انتخابات محلية تعددية صيفة 90 900 ألف ثم فاز بعدها بالانتخابات التشريعية التعددية بتاريخ 29 من شهر ديسمبر العام 91 900 ألف وكانت نتائجها صادمة للسلطة عندما اكتسح الفيس بـ 188 مقعدا مقابل 25 مقعدا لأففاس أيد أحمد فيما اكتف حزب السلطة الأفلان بـ 16 مقعدا في المرتبة الثالثة في الرابع جونفي 92 شادلي يحل المجلس الشعبي الوطني وفي الحادي عشر جونفي 92 قدم الرئيس الشادلي استقالته عبر خطاب متلفز قيل بعدها إنه دفع للاستقالة من قبل جنرالات الجيش لتقرأ المؤسسة العسكرية في الثاني عشر من شهر جونفي 92 إلغاء نتائج الانتخابات ومن ثم توقيف المسار الانتخابي تبعت بإعلان حالة الطوارئ في الثاني من شهر فيفري العام 92 بعد 28 سنة من أحداث أكتوبر 88 يطرح السؤال نفسه للأحداث نفسها ماذا تحقق بعد 28 سنة عن تلك الأحداث؟ هل جسدت الإصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي وعد بها الشد لحينها وثار لأجلها الشعب؟ هل تخلصنا من الجوع والخوف؟ وهل بنين اقتصاد قوي بعيدا عن ريع البرميل؟ وهل كسبنا الديمقراطية وجنينا ثمارها وتذوقنا طعمها؟ أم أنه لا جدوى من الدروس إن تكررت وتشابهت في ثانياها مدامت نتائجها تنتهي كل مرة بسوء الفهم والتقدير؟